السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات صمة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد وهنعمل مع بعض النهاردة فيديو من فيديوهات إعادة التدوير هنعمل مع بعض البيت اللي قلب الدنيا يا جماعة البيت اللي هو البرواز على شكل بيت طبعا غالي جدا في مواقع البيع بقى والشرة والحاجات دي فانا قلت نعمله مع بعض النهاردة بتكلفة بسيطة وبالكارتون كله وحاجات كده موجودة عندنا في قلب البيت معايا كده قطعتين كارتون عايزة أخد مقاساتهم طول 25 والعرض 20 طول 25 سنتي وعرض 20 سنتي أنا ابتديك كده على طول إن أنا أخد المقاسات بتاعتي وطبعا كانت الكارتونة فيها حتة زيادة زي ما انت شايفين كده أنا بعلمها أهو هبتدي على طول أجيب الكارتنتين قصاد بعض وابتدي إن أنا أعمل كده بالقطر أزبطهم كده خالص جنب بعد على طول وقطعهم كده بالقطر عشان أخد المقاس المزبوط بتاعي بعد ما أخدت المقاس المزبوط هبتدي كده أشد خط من النص بالزبط وابتدي أفصل أول 5 سنتي لوحدهم أول 5 سنتي هبتدي إن أنا أفصلهم زي ما انت شايفين أهو أنا أخدت الخمسة سنتي بتوعي وفصلتهم كده وهبتدي إن أنا أشد كده خطين كده من فوق وطبعا المسترة هيبقى استخدامها أحسن من المزورة بكتير وهبتدي إن أنا أعمل شكل مسلس كده زي ما انت شايفين أهو أول 5 سنتي عملتهم عملت كده شكل مسلسة هوت هبتدي أبقى أزبط الكارتنتين على بعض وابتدي إن أنا أقص الحتة المدببة اللي فوق دي اللي هي على شكل مسلس ودي هتبقى الراس بتاعة البيت بتاعنا اللي احنا هنعمله كده خلاص ضبطت الراسة هيت هبتدي بقى أجي تحت كده وابتدي إن أنا أعمل نبتدي إن إحنا ناخد كده نشد شرطة كده الشرطة دي هتبقى 10 سنتي يا جماعة العرض 10 سنتي الطول بقى بتاعها هيبقى 14 سنتي أهو الطول اللي انتوا شايفينه أنا بعمله ده 14 سنتي والعرض 10 سنتي وتكون كده في النص من جوه بقى الكلام ده كله هبتدي برضو أعمل إيه إطار كده تاني زي ما انت شايفين كده أهو العرض الطول 14 والعرض 10 سنتي أنا حاب إن أنا أوريها لكم جوه بقى الكلام دوت هبتدي إن أنا أعمل برواس تاني برضو بعمل نقط الأول عشان أبتدي إن أنا أمشي عليها بالشكل ده نعمل كده برواس والناحية التانية نفس البرواس التاني أنا حاب إن أنا أعملها معاكو خطوة خطوة علشان تبقى الموضوع سهل وبسيط وإن شاء الله تنفذوه بسهولة بالقطر كده هبتدي إن أنا أفرغ كل الحاجات دي أفرغ كده الإطار اللي بره الإطار الكبير وكمان الجزئين اللي جوه أهوت أنا بورها لكم وكمان الشرطة اللي هي في النص دي برضو هشدها برضو بالقطر زي ما انت شايفين كده أنا خلاص كده تمام جدا خرجته أهو وزي ما اتفقنا إن إحنا هنقسم كمان الجزء اللي في النص ده والحيثة البروايز اللي إحنا فرغناها هبتدي برضو إن أنا أخرجها بره وبعدين هرجعه كده تاني زي ما انتو شايفين في البروايز بتاعه وهبتدي إن أنا أجيب قطعة لزق وأسبت بس الدول هيبقوا البابين بتوعي أسبت بس البابين كده علشان أقدر إن أنا أسبت الجناب هشيل البروايز بقى خلاص وأبتدي إن أنا أجيب برضو قطعة لزق تكون مقس الباب دوت ومقس الباب دوت والزقهم بحيث إن هي تبقى سهلة في الفتح والقفل معايا بالشكل ده وبعدين نشيل بقى اللزق اللي في النص دي ما عدناش محتاجينها شايفين بقى بقى زي بابين بيتفتح ويتقفل بسهولة هبتدي بقى إن أنا أجيب الإطار اللي برة كده تمام قوي نجيب بقى الإطار الأولاني ونبتدي إن إحنا نلزقه بالشمع وطبعا نحاول ما نجيش يامة الجزء اللي هو يبقى جانب الباب على طول عشان ما يلزقن لناش الباب وما نعرفش إن إحنا نفتحه فنبعد شوية الشمع عن الباب تمام جدا كده لزقت وبقت زي الفل سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة لغاية كده من أن تكون الفكرة الغاية دلوقتي سهلة وبسيطة معاكم وإن شاء الله كلكو تقدروا تنفذوها هذه البابين بيفتحوا يقفلوا بكل سهولة هنبتدي نعمل بقى إيه دلوقتي هنجيب كده فاكرين القطعتين اللي قلت لكم مش هنرميهم واحدة منهم هنبتدي نحطها كده إطار للسن المدبب اللي فوق ده علشان نعمله كده زي البيوت كده اللي هي بتبقى فيها حطة عريضة من فوق كده شايفين بقى شكلها عامل إزاي وهبتدي عشان أداري شكل الكارتون اللي هو الزجزاج اللي رايح جايدة هبتدي إن أنا أحط له شايفين بقى خلة الأسنان دي هكسرها كده عشان نعملها اللي هي يعني الحتة اللي هي بتبقى أي باب أو أي شباج ديت كسرتها كده بمقاس أربعة سنتي وهبتدي إن أنا لزقهم كلهم على الباب علشان يديني الشكل الجميل ده وهلزق برضه في الباب التاني وزي ما قلتلكو علشان نداري الشكل اللي هو بتاع الزجزاج بتاع الكارتون هبتدي إن أنا أجيب خلة برضه وهبتدي إن أنا ألزقها كده في الحتة اللي في الويش دي وهمشي على الإطار التاني بنفس الشكل بالشكل ده وبعدين بنفس الطريقة هبتدي إن أنا أعملها كده آآ أغلفها كده بالكرتون من الجناب والحتة اللي هي عامللنا إيه زجزاج مزجزج ده هبتدي برضه إن أنا حط عليها خلة علشان خاطر تداري الشكل دوت سهلة وبسيطة جدا 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 أهو نبتدي نحط الشمع ونلزق على طول عليه الخلة دارت خالص الشكل اللي هو بتاع الكارتون والناحية التانية نفس الطريقة طبعا شكل بقى واضح معانا قد إيه هو جميل أبتدي بقى أمشي كده بالشمع بتاعي على الإطار بتاع الخلة اللي إحنا مكسرينها دي علشان تعمللي شكل لطيف وكمان الشمع يمسك بزيادة عملنا كده الطرفين بنفس الشكل وهنبتدي كده فوق كده الباب هنبتدي نزين بالشمع أي تزيين بقى أنتوا تحبوه يعني أنا عملت الشكل ده ممكن أنتوا بقى تعملوا ورود اللي إنتوا حابينه لو حابين نفس الشكل نفذوه وابتديت إن أنا أعمل نقط كده وعند كده كل زاوية أبتدي إن أنا أعمل شكل كده إيه بسيط زي ما أنتوا شايفينه كده وهكمل بنفس الطريقة وبعدين هاجي في الظهر كده وهجي بقطعتين من الكارتون برضو وهبتدي كده إن أنا لزقهم ورع بحيث إن هما دول هيكونوا استندات بتاع البرواز بتاعي عشان الوقت ما يجي أوقفه شايفين بقى روح مرجع الحتتين الكارتون دور يقف بكل سهولة ويبقى كده مائل عايزين توقفه عيد مظبوط عايزين تميلوه لورا شوية يبقى معانا المساحة بتاعتنا اللي إحنا نقدر نلعب فيها زي ما أنتوا شايفين كده وبعدين هاجيب بقى السبري بتاعي طبعا حابين تلونوه بسبري على حسب الموديل اللي إنتوا هتحطوا البرواز فيه المكان لونه إيه أنا عندي كده اللون الفضي ده فهبتدي إن أنا أدهم به ممكن بلون أبيض إنت تعمليه ممكن بلون أسود السبري ده موجود بكل الألوان عند الموان الإزازة ب 15 جنيه ودي الشكل النهائي يا جماعة شايفين بقى شكله حلو قوي إزاي حطيت كده جنبه المفارش اللي إحنا عملناها مع بعض قبل كده من السيليكون زي ما أنتوا شايفين كده شكلهم تحفة وينفعوا طقم يتحطوا في أي مكان أنت تحبيه طبعا ممكن نفتح الباب دوت ونحط فيه صور طبعا معلش قلبه الصورة بس يعني بوريكوا الفكرة ممكن تحطوا فيه جوا صورة ممكن مقولة أنتوا حبينها أي حاجة بورا وتقفلوا عليها بتبقى شكلها لطيف قوي ممان من وراء كده نلزق الهوك دي وتبقى علاقة مفاتيح كمان يعني نلزق الهوك دي من وراء ونخلي بس السن اللي هو بتاع تعليق المفاتيح قدام وممكن كمان نرشو سبري وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى من النهاردة لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وهستنى تعليقكم الجميل تقول لي إيه رأيكم في التحفة دي وآخر حاجة ولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا